شيء آخر أحبائي أنه الله مش بس يستخدم شعب إسرائيل يستخدم شعوب أخرى مثلا نقرأ عن الفلسطينيين اللي جاءوا من الغرب أو جاءوا إلى غرب فلسطين الخمس مدن الفلسطيني اللي هي جاءوا من جزائر يونانية اللي هي جزيرة كفتور اللي هي كريت اليوم وجزر أخرى سكنوا عند البحر الكتاب يتكلم عن العويين والرفائيين بيتكلم عن شعوب كثيرة بيتكلم اللي كانوا في الأرض جاءوا العمونيين والمؤبيين وأخذوا هذه الأماكن بأمر إلهي قضاء إلهي حتى لما منقرأ عن الأشوريين والبابليين والفراعنة والشيء الغريب أنه حتى مثل نبو خد نصر أو نخو فرعون مصر لما كان راح يحارب نبو خد نصر عند الفراط في معركة كاركاميش كان داخل من أرض فلسطين عند مجدو تقابل مع يوشية الملك قال له حبيبي المعركة مش معاك أنت سيبك من الموضوع ارجع أنا كان موجه أمره أن يروح دغري ستريت لها لكاركاميش لكن طبعا يوشية عاند وقتل عند مجدو بيستخدموا أنه كانت أوامر إلهية أن يروحوا حتى يتمموا هذه الإرادة الإلهية فكانت دينونة وقضاء إلهي على الشعوب الكنعانية بالتحديد كانت في هذه المنطقة ترجمة نانسي قنقر